موسيقى حقيقة زيارة ديات في طارينو لأننا دشن المنتجات الأنتجة شركات منظومة صناعة دفاعية لمواجهة جائحة كورونا ومنتجات نسأل الآن الجاهزة أكثر من 12 منتج مصنعة من مختلف الشركات تحت منظومة صناعة دفاعية والتي سخرت كل التكنولوجيا والقدرات البشرية في تصنيع هذه المنتجات وطبعا المنتجات دي جاءت نتيجة لمبادرة حسن ما أطلقناها في اللجنة العليا سميناها منصة كورونا لإبداع الاتكار ونزلناها لكل الشركات وكل الشركات أصبحت تستخدم التكنولوجيا بتاعتها والروماتير لساعتها وأنتجت لنا هذه المنتجات بتتمثل في معقمات الأيدي ومطهرات الأسطح لمجموعة الكيمائية ومجموعة جهاز الصناعية ساهمت بعربة طوارئ متحركة وبص إزعاف متحرك ومعقم ممر بتاع التعقيم ومغسلة وأيضا بالأساسات الطبية سراير الإعناية المكسفة الأوتوماتيكية والميكانيكية وأيضا مجموعة الصفات للطيران ساهمت بتطبيقات للطيرات المسيرة تستخدم في الإعلان وأيضا ممكن تستخدم بالثيرمال كاميراز والثيرمال ديتكترز في الكشف عن حالات الاشتباه وأيضا عندنا مجموعة الإلكترونية بتاعتنا ساهمت بالمحرقة الطبية لأن أصبحت التخلص من النفايات الطبية واحدة المشاكل الكبيرة فعملوا محرقة طبية ممكن يعني يستخدموها في التخلص من كل النفايات المتعلقة بهذه الجائحة لأن المستشبهات ستكون في النهاية بالأدوات تحت التسكيتس ستكون محتاجة لأنه يعني الناس يتخلصوا منها بطريقة صديقة للبيئة فهذه المحرقة يعني ممكن يعني في اليوم الواحد ممكن بتحرق يعني نصطا في كله يعني مرة ممكن بمية كيلو ومية كيلو تأخذ زي ساعة يعني خلال تمانية ساعات لاثناشر ساعة ممكن تعمل كمية كبيرة قريب لطن أيضا عملنا المجموعة الإلكترونية ساهمت في توطين الثيرمال ديتكترز وأيضا شاركنا في تصنيع الجهاز التنفس الاصطناعي من ضمن المبادرة بتاعة اللجنة العليا وزارة الصحة مع فرق أخرى والحمد لله البنتليتر بتاعنا تم تصنيعه والآن في مرحلة الاختبار من قبل وزارة الصحة وعندنا برضو مع شركتنا بتاعة نانو في مرحلة المعايرات حتى أنه بعد ذلك يجاز وبعد ذلك ممكن يدخل في التصنيع أيضا نحن عندنا مقدرات ممكن نشتغل برضو في مبادرات اللي هي بتاعة البروتكشن بتاعة الكادر الطبي ممكن نوفر لون شغل زي شغل التلي ميديسين اللي هو نعمل لون كونترول رومز بيقلل من الاحتكاك المباشر ما بين الطبيب والكادر الطبي والمصابين بهذا الفيروس وأيضا في حيات كثيرة في البايبس المهم نحن نطمن في هذه الزيارة دشنا هذه المنتجات الجاهزة وفي منتجات زي ما ذكرتنا في البايبس وإن شاء الله نحن نطمن جمهور الشعب السوداني بأننا نقيف في خط الدفاع الأول مع باقي شركائنا وشركات الصديقة ومصنوات الاجتماع المدني في مكافحة هذه الجائحة والشكري لهذا الوفد وأشكركم وكالة سونة أشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى مهندس بشرة حضو الخليل رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا ونفتش لعب نظام الصناعة الدفاعية شكرا جزيلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة